مجدد الترحيب بحضرتكم مرة تانية ولسه متواصلين معاكم في جمهور التالتة وجي معادنا مع دكاترة التحليل في الاتنين العظيم فيا الف اهلا وسهلا زكا جينيوس حبيب امريم خبارك ايه كابسل عمر الحمد لله وحيشني والله العزيز وانت كزالك يا سبيل العزيز امورك طيبة الحمد لله يا رب دايب وملك الارقام والاحصائيات سيد محمد عمار زكا عمر زكا هيما خبارك ايه كل زكا فل رايز الحمد لله مية الانطلاقة من عندك عمر اتفضل طيب احنا الاسبوع اللي فات او اليومين اللي فات وشفنا مباريات قوية طيب اه فيها من الاثارة الكثير من ناحية الزمالك وفيها الاهداف الكثير من ناحية الاهلي حاليا نبدأ بالاهلي لان الاهلي ماشي على اه نسق الموسم اللي فات اه شراسة هجومية ردة فعل قوية ما بعد مبارات اتحاد العاصمة احنا اخر مرة كنا عاديين هناك بعد مبارات اتحاد العاصمة اه واحد صفر وكلنا بنتكلم على ان اكيد في ردة فعل من النادي الاهلي اه ونادي اهلي مرسيل كولر يعني فرقة مرسيل كولر او او نسخة مرسيل كولر خلينا نسميها نسخة مرسيل كولر دائما ما يكون رد فعلها قوي اه شفنا بعد سانداونز في ربعية على القطن في الكاميرا اون اربعة صفر بعد اتحاد العاصمة اه احرص حداشر هدف في تلت مباريات مع اداء اه قوي جدا لكن في النهاية وده اللي انا هتكلم عنه النهاردة تحليليا حتى بالحالات ان يبدو ان هناك تناقض ما ما بين اللي بيحصل في الملعب في الحالة الهجومية والنتائج بمعنى ان الالي بيضاع كتير جدا جدا لكنه بيجيب كتير جدا جدا فبالتالي هنا دي بتمشي دي اه دي بتغطي على دي لكن هي الحقيقة انه لو انت بقى بتسجل اللي بيضيع ده هتبقى الامور هتختلف تماما وده اللي مخلي مدرب زي مرسيلكولر من السنة اللي فاتت هو واثق في نفسه واثق في امكانياته الفنية والتيكتيكية انه بيقدر يوصل الفريق للمارمة انه عايز مهاجم لان انا بدل ما انا باعتمد فقط على الاجنحة انا لو عندي مهاجم في مباريات هو اللي هيخلصها وكان ابرز مثال بالنسبة له مثلا مباراة ريال مدريد ريال مدريد اربعة واحد الاهلي مجلوب اربعة واحد نتيجة كبيرة لكن الحقيقة ان الاهلي عمل مباراة قوية وفي لحظة من اللحظات الاهلي كان رايح لتنين اتنين لو كان عنده المهاجم الحد على المارمة كان هيوصل لتنين اتنين لكن في النهاية مباراة سان جورج خلينا نتفق برضو ان الفوارق بعيدة ما تقدرش تبني عليها على المستوى الفني والتيكتيكي لكن تقدر تتكلم على ردة فعل الفريق وشخصيته اللي مستمرة من الموسم الماضي لانه هناخد كمان معاها مباراة المصري كباكتج في الاسبوعين اللي فاته او في العشر ايام اللي فاته ان الاهلي قدر ان هو يستعيد توازنه ب11 هدف مقابل لاشيء في ثلاث مباريات مع اختلاف المنافس بعد هزيمة اتحاد العصابي عمار اعجبك جدا من صراحة كولر تحديدا في المذاكرة المدارب يذاكر عارف ادواته كويس قوي محضر للموسم بتاعه كويس قوي يعني هتلاقي الصفقات اللي جات عموما تعرف ان الصفقة لا كولر عارف بيها مقتنع بيها حاطت دورها في الملعب عارف هو راجل هيشغله ماشي زي ما هو عادي جدا ودي نقطة تحسب جدا ليه بصراحة التلات مطشاط اللي فاته تحديدا بعد رضة فعل اتحاد العاصمة بتحس ان كولر بيفرش فارشة كده للموسم ده اللي شكلنا هيبقى عامل ازاي راجل حط تقريبا خطط كتير او افكار كتير عموما في اللي عايز يقدمه في اللي عايز يطبقوا الموسم ده وبيجرب يعني ده لك كريم الدبيس بيقولك ان ده دي العلي معلول معي في الموسم ده لك نبيل كوكا ده اللي هيبقى مع مروان اعطيها طبعا دي بقى الشرات كلها لسه بادري لان في لسه ناس بعيدة ما دخلتش اكرم لسه يرجع كريم ندفد لسه يرجع نفس الكلام عمر السلية كل دي امور اه طبعا في الموجودة في الحزبان ولكن انا بكلمك عبوما على على السكواد اللي معاه القايمة بتاعته وازاي توظفها راجل عارف هو عايز يعمل ايه وشغال على طول ودي نقطة مهمة جدا جدا دايما اي حد بيتفرج على على الاهلي عمتا مع كولر هتليه راجل على طول بيشتغل على طول بيحط افكار جديدة عشان مش عايز يبقى احفوظ خلاص اكتر فرقة بتتذاكر حتى لو الاهلي كان بيتذاكر بشكل عام لتاريخه الكبير وانه دايما مرشح هو الاهلي مقفل اللعبة الموسم اللي فات فداخل الموسم ده كل الفرق ايا كانت ايه هي عارفة بقى كويس قوي ان الاهلي ده هو ده المطش فانا هعمل هدي المتين في المية زي ما اتحاد العاصمة عمل بالزبط كان الفرق ان فيه فرقة بتدي متين في المية والاهلي كان لسه بيبدأ الجين فدي نقطة تحسب جدا تحس ان راجل متمكن جدا من ادواته تدى يستعرض في في التلات مطشاط طبعا مطشين سان جورج اه مع الفارق طبعا عن مبارات المصري للمنافس قليل بس ديت له افضلية او ديت له اريحية شوية نوعرف يجرب كل حاجة يبص على على فرقته يغير في في السلاسية توسط الملعب طب يلعب اه بافشا امام عشور طب الامام مروان او امام وكوكا وديانج انت فاهم قصلي بيبتدي يشوف ده طب ريدا سليم طب اللعيبة على عدلتها كل دي افكار بتركات الركنيات وتركات الضربات السبتة كمان ممكن نكلم عليها النهاردة ففيه شغل معمول تحس ان الراجل محضر كويس مذاكر كويس متمسك اوي بادواته كويس يلا بينا نروح على الحالات يلا بينا يا الله عوض طيب اه هبدأ في الاول بحتة الفرص او بنقطة الفرص رغم الاهلي مسجل كتير ودي نقطة لازم لازم نأكد عليها ان الكلام اللي جاي ده مش انتقاد ولا هو تحليل ليه الفرص بتضيع او ليه الاهلي ليه عنده مشاكل الكتير في الفرص تعال نشوف معنا بس السورتين في الاول في مباراة سان جورج احصائيات لا الفرسطين بس في الاول السورتين اه دي احصيات مباراة سان جورج دي مباراة الذهاب يا براهيم الاهلي محاول 24 محاولة منهم تسعة على المرمى الـ XG بتاعه وفقاً للموديول بتاع الموقع 5.2 من 10 الاهلي كان المفروض يجيب 5 أهداف و 2 من 10 أحرص 3 شوف الصورة اللي بعدها في مباراة العودة بنتكلم في 20 تسديد الاهلي بابا عشمالة عشان المباراة على الأرض في 20 تسديدة 8 على المرمى و 5 أهداف و 3 من 100 يعني 24 محاولة على المرمى 44 محاولة على المرمى والمفروض يجيب 10 تجوان صحيح فده الرقم اللي انت المفروض تجيبه فعليا هو مش هتجيب عشرة هتجيب 8 في 2 يجال له مثلا مضيع كم فرص مش طبيعة تعالنا نشوف بقى لاننا هنا هقف عند كهربا كهربا مهاجم متحرك جدا وخلينا نتفق ان الكهربا انقذ موسم الاهلي سانفت تحقيق مفي مهاجم من اول ماتش محاولة في كاس بالزاب طلعنا نور عليك بعدين هماتش الزمالك بدأ الحل ده اللي تقريبا صبر كلر على امتقالات هناك انه خلاص فيه كهربا بس انا حاسس ان كهربا اللقطة اللي معانا دي بقى هي دي هي دي المفتاح يعني خلينا نشوف اللقطة دي اللقطة دي بعد احد الفرص اللي ضيعها كهربا في مباراة سان جورج في مباراة الزهاب تمام بص بيلوم نفسه ازاي هنا انا عايز استعير كلمة لتييري هنري واحد من اعظم الهدفين في التاريخ على الاطلاق كان بيتكلم ان في بداياته مع ارسنة لو كان جاي كجناح ما كانش جاي كمهاجم فلما اطلب منه انه يتحط كمهاجم ضيع كتير اول كلمة قاله له ارسن فنجر كانت عشان ردود الافعال لزي دي قاله المهاجم بيحيد مشاعره يعني ايه بيحيد مشاعره يعني وانا رايح اجيب جون انا بفكرش في اي مشاعر طب ايه هي المشاعر بفكر في ايه دي مشاعر ما تفكرش هجيب جون وهتحتفل ازاي دي مشاعر ما تفكرش هتجيب جون عشان هي واقفة معاك دي مشاعر ما تفكرش ان انت هتجيب جون وهتفرح الناس نقطة نفسية بحتة 100% ولو ضيعت ردت فعلي ان الناس هتبقى عاملة ازاي ولو انا ضيعت الناس هتزوم عليها ازاي كل دي مشاعر فانت المفروض وانت رايح على المرمى انت محيد نفسك انت ولا عايز ترد على حد ولا تتخيل فرحتك هتبقى عاملة ازاي ولا انت عايز تسبت نفسك ولا اي حاجة من الحاجات دي خد الكلام ده حطه على الكهرباء اللي حس شوية بعد التعاقد مع مودست ان هو ممكن ما يكونش موجود وتعال نشوف كم الفرص اللي ضيعها كهرباء ازاي ضعت منه في تكنيك التنفيذ مش في اي حاجة نمشي بقى الهجمات اللي معنا لانه هنلاقي ان دور مارسيل كولر كمدير فني بينتهي عند هنا شكل الضغط وتوصيل الكرة للمهاجم ده جون ده جون ده مية في مية عد بقى على الاسبكتد جونز اللي احنا جبناهم ده جون مية في المية نفس القصة تانية بص هنا دور المدير الفني يا أبراهيم انت بتتكلم في كوبي بيست في القطع انت بتتكلم بنفس طريقة الضغط بنفس الترتيب بنفس كل الحاجة ده جون تانية اهداف مية في المية وشوف بقى اللي من اللعب المفتوح بص كهرباء بيوصل كام مرة عن طريق زميله وهو عنده مشكلة ان هو عايز يسجل عايز يرد عايز يكل عايز يقول انا هو فدي مشكلة كبيرة بتكلفك ان المهاجم الفريق الاساسي مش مشكلة امكانيات بقدر ما اطلاقا اه تفكير لانه ولو على الامكانيات فهو اسجل قبل كده كتير وعنده الملكة دي عشان كده انا بدأت كلام معك بانه انقذ موسي ملاي السلام الفاتر صح لا يمكن ان انت بص هنا جهرباء لو في دي تحديدا عشان كده انا عيدا من زوجة بص هنا ثانيا واقف بقى بص هنا المساحة انت في الاساس عايز زمن ومساحة كهرباء لو ما عندوش اللقطة الاولانية اللي احنا جبناها هياخدها من مرة واحدة هيعد ماشي بقى الهجمة هيعد الجسمه وياخدها من مرة واحدة هو عشان عايز يضمن قوي استلم الاستلام اللي في كسر النسانية ده ابراهيم خلى المدافع يبقى جنبه بص هو الواحده هو استلم صعب يا عمر برضو عبدالقادر كان يجاله احسن من كنت عايز حتى كمان اللي استلمة تبقى تحت شوية يعني هو استلمة تحت رجل عشان كده انا كنت بقول لك يجاله معقربة برضو للامانة يعني كده انا كنت عايز اقوله ان هو كهرباء لو فحالته فحالته يجيبها كان هيعدل جسمه هو كان هيجي على حياة هيفتح نفس المساحة هو عشان عايز يضمن وقف خد الكرة وحطها في السبت فبالتالي انت بتتكلم النهاية نفس الهجمة دي فانت بتتكلم في مهاجم بيوصل كتير وطبعا وفقا للي احنا خدناه او تعلمناه زمان المهاجم بيوصل كتير يعني بص هو كان عايزة سنتي الورا صحيح سنتي الورا فبالتالي طول ما انت بتوصل كتير يبا انت بتحرك صح لكن الفينش بتاعك ايه الفينش عند الكهرباء مش كواليتي للكهرباء اصلا بيجيب لكن هتلاقي ان كل الكور اللي افضعت من الكهرباء ذهنيا عشان كده انا بدأت باللقطة اللي هو عمال يلوم فيها نفسه لان في الاخر انت كمهاجم اساسي للنادي الاهلي الفريق بيوصل كتير فانت عندك اريحية انك تعود مرة واثنين وثلاثة فبالتالي ان انت كل الكورة هتلاقيها تحسن يا جون فبالتالي هتلاقي الاهداف المتوقعة بتاعتك بتزيد والاهداف اللي بتدخل قليلة فببقى عندك حاجة ودي لازم بقى كهرباء يعرفها ان زمان كنا بنقولي مش مهم المهاجم يضيع ثلاثة ويجيب واحد لأ دلوقتي في الكورة بقى غلط لان اي حد بيعمل اسكاوت او اي حد بيقيمة او اي حد بيعمل حاجة في حاجة عنده اسمها انت تحويل الفرص لاهداف قد ايه من كل كان فرصة بيجيب جون فانت ما هو كهرباء في الموتش تالي جايب جونين بس فيهم واحدة من ضرب الجزاء فبالتالي اختصارا يعني الاهلي ضيع كتير لكنه وصل كتير فعلى كهرباء انه يستمع لنصيحة ارسن فنجر لتيري هنري حيد مشاعرك انت مش محتاج ان انت تعمل اي حاجة ووجود مودست هو مش اي حاجة غير انه عشان يوصل بالاهلي لدرجة الكمال في الهجومي عشان احنا بعد كده هنتكلم على دور الاجناحة هجوميا قسم من بالله ده كلام عظيم حبيبي فعلة اه والله مش ده كلام عظيم طيب ونرجع نكمل كلامنا ايه الجديد في الاهلي الجديد عند امام عشور احنا السلسية بتاعة وسط ملعب الاهلي السنة اللي فاتت تحديدا في التشكيل اللي هو اغلبه هو الاساسي بيبقى عندك مروان عطية كان الراجل بيحتاج ايه من دول مروان هو دايما اللعيب اللي بيطلعه بالكورة تحديدا لعيب رقم 6 بالمواصفات بتاعته وديانج دايما هو اللي كان بيبقى الاجرسيف جدا في الضغط اقوى لعيب عندك بيضغط بيعرف يبقى الكورة بوجباته الدفاعية وحمدي فاتحي اللعيب اللي انت بتستخدمه جوه مطلة الجزاء او بيهاجم المساحة عموما لعيب ما بيحبش الكورة في رجله او يعني الميزة الاساسية فيه ان هو اللعيب بيهاجم المساحة عشان يبقى مهاجم تاني جوه مطلة الجزاء ايه الجديد بقى في الابجريد تلما كنت بتعتل في القصاد اي فرقة في الدوري عموما او في الفرق اللي انت بتاع مستحوز على الكورة بس الكورة مزنقة شوية الفرقة بتدافع بكسافة عددية كبيرة جدا كنت بتعمل ايه؟ كنت دايما بتلجأ لمجدي افشا حمد مجدي افشا عشان اللعيب اللي كورته حلوة بيعرف يصنع فرص عنده الرؤية فبيعرف يحرك لك الفرقة شوية فكان دايما عندك يا اما دي يا اما دي البديل بتاعك او الورقة الربحة ايه الجديد مع امام عشور؟ الجديد اللي انت بمكن تعمل الحاجتين ومعهم تلات اربع حاجات كمان فده الميزة الاساسية او القوية جدا في امام عشور ان هو ليه؟ كنت بنعتبره دايما افضل لعيب رقم تمانية لانه عنده كل الخصائص دي او اغلب الخصائص دي بل بالعكس بتطور كبير جدا فقدر يخلق للراجل كم حلول غير طبيعي على ارض الملعب وده اللي يقولك ان كولر قديم ذكره قوي فعلى عدلته على طول حطه بكل الادوار اللي هو طالبها منه تعال نعده احنا بنتفرج على الفيديو بتاع امام عشور في الرحلة بتاعت من نبارات المصري تحديدا بورتي سان جورج بيديك ايه امام عشور مختلف او ايه الحلول اللي بتده يديها لك هنا الاهلي هو بيحضر وقف ثانية واحدة بس قدي نبيل كوكا دي الفكرة امام عشور بقى هو اللي بيظهر لك عشان يديك حل في بناء اللعب بقى الحل الجديد في بناء اللعب لما تعطل مع مروان كنت دايما ما بتشوفش حد تاني فبتروح للاطراف يعيما بيرسي تاوي يعيما حسين الشحات بس لوقتي بقى عندك لعيب نص ملعب زي امام عشور هو اللي عنده الفكرة دي انه هيعرف يطلعك بالكورة بشكل جيد جدا لما هتروح للكورة حتى لو الكورة دي تقطعت بس انا عايزك تاخد بالك بالنقطة اقف ثانية واحدة بس بص الريسكي باص على طول هنلعب له قدام هو ده اللي محتاجه والباص اللي بتضرب الخطوط حتى لو اتقطعت مش مشكلة هو عارف كويس قوي انه هو من اللعب ما بيخافش بيعرف يديك واحدة واثنين وثلاثة كمل في اللي بعدها هتلاقي ما هو عشور عامل وجبه الدفاعي بص هنا الثقة وبص هنا خلاص اللي تحسوا انه هو بقى واخد راحته في الفرقة بيطلعك على طول ياخد الكورة عنده اللعيب اللي بقى ياخد الكورة من نص ملعبه يوصل هناك بزاوية حلوة جدا بيباصي بيفتح الكورة بقت هجمة خطيرة جدا من كهرباء لأفشل اللي جاي اللعيب رقم 8 التاني ولكن بتطقطع نفس الكورة المرة التالتة تاني بص امام الدريب الشغال دي الفرصة اللي كنت منشغال اه دي الفرصة اللي كان شغالة بس الفكرة كلها انا عايز اقول لك ده لعيب رقم 8 بقى عندك الموافق ما كانش عندك اللعيب اللي ياخد الكورة من نص ملعبه وهو لعيب نص ملعب يقوم بدور المهاجم ده نفس الكورة بالزبط اللي شفتها الماتش اللي فات هتشوفها في بارات المصري اللي جي منها الطارد بتاع باهير المحمدي ريدا سليم هو اللي كان متأخر امام هو اللي كان قدام لعبها ريدا لائمام امام بالمهارة بتاعته وبالانطلاقة بتاعته بايخد الكورة في مبارات فن جورج في الزهاب نفس الفكرة برضو هو اللي مكمل مع حسين الشحات بخلق جوه منطقة الجزاء بيعمل الدريبل وبيعمل التزديدة اللي على المربع ده كله إمكانيات لعيب جديد لرقم 8 ما كانتش عندها وظائف عصرية أكتر للعيب رقم 8 هي دي اللي كان محتاجها شوية الأهلي بص بقى هنا لما كريم الدبيس عامل المسلس معاهم الابتدى يرجع لورا عشان خلاص الباك بتاعهم متقدم هو اللي واقف على حدود منطقة الجزاء بيعمل الدريبل ياخد الفاول اللي جي منه هدف أفشل أولاني نفس الكورة في موراة المصري لما عليه معلول بالصوائف برضو عامل المسلس هنا واقف كالعيب رقم 10 تقريبا في نفس الحتة اللي رقم 8 بتحرك فيها ناحية الشمال رضا سليم بيحاول يعمل الدريبل هتلاقيه ما مأخر نفسه تماما مستني الكورة هيعمل الضغط خد الضغط عمل الدريبل جاب الفاول اللي جي منه الركنية اللي جي منها الهدف عظيم عظيم هو دي نفس الفكرة طب بالنسبة لدخوله دي واحدة تالتة برضو عشان نبادلهم ده تحليل يعتبر تحليل أداء أصلا لإمام عشور خلال المشورقة والرحلة القصيرة مع الآخر تعرف الناس القيمة بتاعت اللعب ده ناقل الفرقة في أنهي حت ده تحليل هاي نفس الكورة في برادسان جورج بالتزديدة بتاعتها طيب الحاجة التالتة والأخيرة هو دخول إمام عشور جوة منطية الجزاء الواجب اللي بيعمله بص هنا إمام مين اللي بينط ورق هربا هو إمام عشور اللي كان داخل عشان يلعب الكورة برأسه وفي الآخر الكورة راح يتبين دي وظائف جديدة للرقم تمانية بالنسبة لل الله ينور عليك إذن الراجل بيطع كورة ويروح يجيب جون ويعمل أسست ويخش لك جوة منطية الجزاء هرجع بقى للككلام كابتن عدل مبارح كابتن عدل مصطفى ده اتنين في واحد ده تلاتة في واحد تلاتة في واحد ماشي فهو إداك كل الأبعاد إن هو بيعرف يخش جوة منطية الجزاء فيه كمان كور كتيرة جدا أنا ما جبتش لسه الأسستات ماشي يعني الفرص اللي كان بيجيبها لك عمر من كهرباء اللي بيضايحها دي بقى ميزة إمام الأساسية ماشي يشع الفرص إزاي بمنتهى السلاسة ومنتهى السهولة فإذا هو اختراع جديد لكولر متعدد الوظائف يعني حلله حلول كتيرة جدا 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 بدل ما تبقى معتمد الأساس بتاعك على الأطراف الزمالك الزمالك وارتا سولار وارتا سولار وعندنا كلام أكيد مهمة على جدا وصورة نجيب لكم المناقش قصدي الأواصل الأواصل يلا بيضاي بعد الفصل فضل عمر طيب عنوح للزمالك يلا مباراة أرتا سولار ماشي طيب أنا عندي يعني العنوان بالنسباني ماذا يريد الزوريو ماشي يعني ليه ليه لماذا نحن هنا حرفيا طيب يعني لو روحنا كده على الأواصل عشان نشرح الطريقة أولا أول حاجة هو لاب رجع تاني لفكرة التلاتة اربعة اتنين تلاتة الحاجات اللي هو بعملها دي اللي هو هي تلاتة اتنين اربعة واحد والحاجات دي بس المشكلة بأنه بدأ بالزناري وبدأ بحمزة المسلوسي وحط فتوح فأغرض تصرف ممكن ممكن يعمله أحد وبعدين حطت دونجل واحده على الدايرة وحطت عمر جابر وزيزو شيكبالة ومصطفى شلبي وناصر منسي وسيف الجزيرة ماشي الغرض من الموضوع ده كله يخلق مجموعة هجومية هجومية بين الاتنين دول يزيدوا مع الاتنين اللي فاتحين عرض الملعب مع واحد بيأمن هنا تواجد فتوح كان عجيب جدا لأنه أولا حرمك من فكرة الخروج بالكرة اللي انت كنت بتعتمد على فتوح فيها لما بيلعب هنا لوحده أو على الأقل لما بظاهيره يخش للعمق فبقى عندك تيبس في المنطقة دي بعد الخروج بالكرة من المنطقة دي في الحتة دي بقيتش عارف تخرج بالكرة وخسرت فتوح في مركز الظهير أو قلب الدفاع الشمال أو قلب الدفاع التالت ناحية الشمال فالموضوع كان عجيب جدا جدا في الناحية الدفاعية وكمان في ناحية تطوير الهجمة والخروج بالكرة والأهم من كده لو روحنا شفنا الهدف اللي دخل في الزمالك أصلا تعاني شوف الحالات دا بالأول معانا عشان هتوريك ليه اللي حصل في الملعب أو الطريقة اللي هو اختارها دي إزاي ما كانتش دي بداية المباراة زي ما هنشافين بس وقفنا ثانية ثانية عزي بداية جميلة جدا تقولك ان في عنفوان وعصفة بص كل الناس رجل رايحة لقدام وتلاتة بس اللي سابتين ورا خلينا بس حفظين المشهد دا لان هو دا كان سبب أزمة الزمالك في شو طلق قلاني كله ماشي بقى الهجمة كرة تلعبت طويلة مفيش أي حد أخد الساكن بول وبدأ الفريق الأرتسولار يدخل في المباراة هتلاقي دايما بقى في اللحظات الأولى من المباراة يبص هم تلاتة تلاتة قدامه دق دونجا على الدايرة وعمر جابر بينزل جنبه وزيزه الناحية التاني بص عملية الخروج بالكرة عن الزمالك المفروض أن فتوح هو كان المتنفس الوحيد طول الموسم اللي فات في اللي هو بيعرف يطلع عليه بالكرة سواء في قلب الملعب أو على ناحية الزهيرة فمن تالي وقف وبدأ يلعب كرات طولية دي لا عنوان لأن الفريق مخنوق ما عندوش القدرة الهجومية ولا حتى الدفاعية طب ليه كمان بقولك الدفاعية بص مفيش حد موجود خاص طب ليه كمان بقولك الدفاعية لأن لو بصينا على الهدف اللي دخل مرمى الزمالك في الحالات اللي هتيجي معنا لسه دلوقتي بص هو دون جواقف على الدائرة والتلاتة سبتين وراء والمفروض أن ده دوره فتوح بقى إنه هو ياخد الكرة ويزيد وده طبعا مش موجود لأن الكرة هترجع تاني تدور وتتلعب الكرة الطولية الهدف الأول اللي دخل في الزمالك دخل من ضربة ستة يا براي حاجة للهدف هروح لأعمار أخذ منه وارجع لك تاني على الجزئية بتاعت الهدف بس أدينا فهمنا برضو مقصود البداية بتاعة أزوري فاضل أعمار طيب العلوان الرئيسي أزوريو أصبح عامل غير مساعد لنادي الزمالك يعني إيه كلهم اتفقين إن الزمالك في إجماع بقى كده بقى في إجماع ليه إحنا بقول كده لأن الزمالك كل ده عارفين إنه هو في أزمة ما ده معروف من الموسم الماضي ما عندوش قيد ما عندوش الحاجات دي كلها ما عندوش استقرار نوع عماية فالمفروض المدير الفني عامل مساعد للعيبة بمعنى إن إنت لما تشوف اللعيب على أرض الملعب تشعر إن اللعيبة أولاً بتؤدي في الملعب بس في بضلك مثلا بس في توفق سوق توفيق الدنيا مش ماشية زي ما بيقولوا ولكن ما ينفعش تشعر إن اللعيبة نفسها هي مش عارفة هي عايزة إيه من المطش هي مش عارفة هي عايزة تعمل إيه وبالمقابل في تغييرها واحدة في سبع دقايق أو في أقل من سبع دقايق كمان يتقلب الملعب بمنتهى السلاسة وكأن الحل موجود بس إحنا مش عايزين نشوفه هو دي الفكرة رئيسية طيب النقطة التانية كلها عشرين مباراة لأوزوريو الواحد وعشرين مباراة أرتا سولار لو هنتفرج على الحالات بعد واحد وعشرين مباراة الزمالك بيلعب قصاد فريق هو أعلى منه بكتير هو الدوري مصري كله أعلى من أرتا سولار وإحنا متفقين على كده ده فريق إن جيبوتي فلما لعب مع فريق زي ده ومعرفش حضر لهم ملعبوش كورة على الأرض أنا بكلمك بديهيات هم مش محتاجة فريق ولعب كورات عالية وصاد فريق هو كورته أصلا قليلة يبقى أنا داخل المباراة زي أنا محضر لعبتي زي وده سؤال مهم جدا وعلمة استفاهم كبيرة لأوزوريو إنت داخل الماتش بتحضر المباراة اللي إنت لفوت عايز تجي فيها أربع هداف وعايز تمسك فيها المباراة بتخلص من الكورة هنا في منطقة وسط الملعب وإنت بتحضر يعني من عند ادفاعك تعال لو بصنا هتشرح لك أكتر الفكرة اللي كان لسه بيقولها عمر بالمسلوسي اللي في النص وعلى يمينه الزناري وعلى شماله فتوح دونجا الوحيد اللي عندك رقم ستة الزمالك المفروض بيحضر أنا الفرقة دي أعلى بينها بكتير الطبيعي إن الكورة الدور عادي أنا ليه بأعمل ده أنا ليه بألعب الطويل أنا كأيني بطفش الكورة أو بخلص منها وإيه اللي استفادة من فتوح بقى تشعر إن اللعيبة نفسها اللعيبة نفسها بتخلص من الكورة دونجا هنا الراجل الزناري إيه السبب في دي إحنا هنمشي على يعني هجيب لك 3-4 حالات على داية الوقت بص أنا بلعب إيه أنا بخلص من الكورة الزمالك ما عندوش وقت المفترض إن هو يضيعه فهو براءة زي دي عايز فيها أربع أهداف بص وقف ثانية واحدة بس معلش هنا ما الراجل مفروض فاضي يعني المفروض هنا دونجا على الدايرة المفروض فاضي وزيزو المفروض أهو جاي بيستلم ومشي الحالة فتوح هيروح راجع تاني للمسلوسي بص المسلوسي هيعمل إيه بمنتهى البساطة تشعر إن دي تعليمات إلعب لقدام على اعتبار إن فيه ناصر منسي وصفة جزيرة بس هل ده الطبيعي هل ده نادي الزمالك لما يلعب قصات فريق زي ده هو أعلى منه بكتير فنيا في كل شيء حتى الشيكابالة لمجلس تلم بص وقتها شعر إن ما فيش حلول وفيه تعليمات ألعب الكورة الطولية على دايرة وسط الملعب أو على مطقة الجزاء فدي أنا أسف يعني هي كارثة كبيرة جدا جدا إن أنا مدير فني أحضر فرقتي عشان بدل ملعب كورة وصد الفريق اللي قال مني بكتير أعمل لنا شايفه ده أرجع لك على الهدف اللي دخل الزمالك يالله بين طيب الهدف اللي دخل الزمالك لو شفنا فرشة الملعب اللي إحنا بنتكلم عليها دي سببها تعال نشوف الهدف اللي هو جاي من ضربة سبتة وفكرة اللي هو جاي من ضربة سبتة دي تزيده سوءا أو تزيده كارثية لأن الثانية واحدة بقى المفروض إن أنت متنظم أنت مش مضروف حاجة يعني أنت مش ملعوم كورة في ظهرك مش مخطوفة منك ده مش ترانزيشن مش أي حاجة ده كورة سبتة جدا بص بقى كورة اللعبة الطويلة عشان فكرة ترتيبة اللعيبة يا براهيم وقفة اللعيبة كورة تمشي الكورة بسرعتها عادي يعني الكورة وصلت عادي جدا للرجل دخل عليه اثنين المفروض إن عليهم دابل لاب ولا واحد فيهم قدروا إنه ياخدوا الكورة ثانية واحدة بقى اللي جاي يغطي هناك ده ده دونجا مفيش باكليفت ده دونجا ولا الزناري ده ده زناري اللي تزحلق على الكورة ده ده زناري اللي كان معاشي كبال اللي كان معاشي كبال اللي كان معيتنا ماشي والكورة لعبة عدت الناس كلها اللي داخل مغطي ده ده دونجا ماشي بقى الهجمة ماشي ماشي الهجمة عادي جدا هاتبان جدا في الإعادة اللي من فوق بص الملعب مفتوح تماما وقفة الزمالك كلها غلط الوقفة كلها غلط في ضربة ستة دي كارثة يعني إنت وارد بص دونجا راح متأخر إزاي لأن هو راجل مش ظهير مش ظهير فبالتالي الوقفة نفسها غلط طيب الدنيا اتعدلت إزاي أبص دي ده في الجول هتلاقي الزناري اللي داخل معاشي كبال هو رقم ستة الكرة تلعبت في ظهر الناس اللي جاي متأخر خالص واللي جاي متأخر لأن هو مش ظهير مش عالي فياخد الخطوة اللي قدام ده راجل بيلعب في قلب الملعب فهو ما عندوش حيط التقتال عكسية ماشي بقى الهجمة عشان نوصل للتغيير الى عمرا اللي تكلم عليه اللي هو فى سبعة دعاية انا اللي اه مينة اه اه عمرا كلمة الاي بالضبط بش هrr بقى الهجمة بصرعتها العادية عشان عايز اشوف بس ايه اوباما هو بيتكلم راجل نزل مكان ناصر المنسى بكلم مع زيزو اوتر بيتكلم مع زيزو بيقوله ايه بقى بقول يا زيزو انا هروح وانت استلم بص زي زو انا هروح وانت استلم خلاص انا هطلع وانت استلم. سلام عليك بتاع راية الشفايفة جابت. دي عملت ايه بقى. عشان بص. لا نرجع بقى فريم عشان نشوف ترتيبة اللعيبة تاني. في الاربعة. بص خلال. اربعة تلاتة تلاتة صريحة. خلاص انا عدلت الدنيا. حطيت فتوح باك شمال. حطيت دونجة. انا عملت القبيعي. بس. حطيت دونجة. على يمينه. زيزو. على شماله. اوباما لنزل بتعليمات. انا هروح وانت استلم. يعني انا هزيد جوه خلاص بمنطقة البساطة فتوح في مكانه هيمرر الكرة لأوباما. على طول خلاص مصطفى الشربي بص الهجمة هتوصل لفين يا ابراهيم بعد لحظات من التغيير. الموضوع بص. الموضوع بمسالة ايه. مسالة البساطة. مسالة ايه. مسالة ايه. زيزو. زيزو. اللي انا هروح. وانت استلم. اه. مفيهاش كامية. الكرة يعني لعبة. بس ليه سلوجان كبير بس مش ينفعه يعني. الكرة اه الكرة لعبة سهلة. الكرة لعبة سهلة. مش محتاجة. كمل انا. بمنتهى. فبمنتهى البساطة الرجل بتغييره واحدة. وهنا بقى مشكلة. ليه? ليه احنا? ليه مرة شايف ان اوزوريو مش عامل مساعد. وانا شايف ان المشكلة عنده اوزوريو ومسا. احنا مش مش بنتجنع. اوزوريو مدرب كبير. ما هتش يقدر يتكلم في كده. مدرب عنده سيفي ومسك المتاخب المكسيكو. بس طريقته مع الزمالك غير مناسبة. ده زائد نقطة اخيدة بس. هو انت ليه بتغفل الحل في كل افضل مباراة زي مالك لعبها مع الزوريو. مباراة النصر للسعود. اربعة ثلاثة. اربعة ثلاثة. بتتعدل. بس انا برضو دايما بقول انه طريقة اللعبة مظلومة. الوجبات يا ابراهيم. هو واجبات ووزايف. انا شايف النواب ما يدي وظيفة الفتوح في الحتة دي ما هي كارسة. قلبت الملعب بشكل. انا في تخجيرة مثلا نفسة فمال هي دي ده مثلا مكتوبة كتالوج مثلا. يعني هو واخد الفرقة فمسلمينه اه فيها كتالوج يقول له لازم تغير سيف الجزيري. حلوة ووحش لازم تغير سيف الجزيري مريبة جدا يعني. عنده افكار سبتة. رغم ان سيف. اصلا الفترة دي اكتر فترة هو ماشي فيها كويس مع الزمال. عنده افكار سبتة محتاجة ان هي تتطوع للعيبة. صحيح. عمار. بجملة بقى اللي احنا منتكلم فيه. في نقطة كانت جدلية جدا الناس كلها من استغربها. وهي قصة التغييرات. رغب بيعمل تغييرات اثناء المباراة هي بتقلب الامور رأسا على عقب. عكس الزمالك. مش الطبيعي. يعني انت ممكن تعمل تغيير اقصاد تغييره. فالمدير يفني قدامك يتفوق. ده فكر وده طبيعي يا شطرانج يعني. ولكن لما انت تبقى الامور طبيعية وانت كسبان وتبادر بتغيير. يخلي فرقتك قال. انا مش فتاش. يعني دي برضو من الحاجات. ممكن اصل مرة. اه. يعني ممكن انت باد لك موفق في تغيير يعني. انا خلينا نتفرج على ماتشين. اه ده في اجماع يعني ما بينكم تلاتنين. انا اه. خلينا نتفرج على ماتشين. ماتش بيراميدس. وحب ده بقارتة سولور يعني. بقارتة سولور. يلا. كابتال عدل مصطفى قال جملة حلوة جدا مبارح. قال لك بعد ما الدنيا اتعدلت. راح مطلع سيف الجزيري وننزل نضاي. حلو? تعلينا نتفرج على التغيير ده وما بعده ايه اللي حصل? ماشي. عشان تعرف التغيير ده كان عامل مساعد ولا غير مساعد. ماشي. ده التغيير هو. سيف الجزيري طلع نضاي نزل. حلو? كمل بقى الشغل العادي. بقيت عملت جابها ناحية لمين بزيزه وعمر جابر. بص الدنيا اتفتحت تماما وانت المفروض الريدي شغال عشان عايز تجيب اهداف. وانتابد على مين? على نضاي. وريني كده بقى نضاي المفروض ان هو لما يعمل الكرة كده اقول نضاي ده راجل قدراته قليلة. لا هي مش قدراته قليلة. هدي مش عدلته. هدي مش حتته. هدي مش بتاعته. صح? خلش على اللي بعدها. كم كرات عرضية الزمالك لعب عليها بعد التغييرة بتاعت نضاي وسيف الجزيري. برضو عرضية تاني. اوباما الوحدو الوحيد. اللي جاي بسرعة عشان هو اللي يشترك معهم الباقي. بص الكرة التالتة هتوضح لك الدنيا خالص. الكرة على على راس نضاي او على راس المفروض المهاجم اللي موجود. ولكن مين المهاجم موجود? مفيش. هو انضاي. فانضاي علعبها بالشكل اللي انت شايفه ده. فايزا التغييرة عملت ايه? قللت من خطورة الزمالك بشكل كبير جدا جدا جدا. طب روح لبورات بيرامدز. قدي رمضان صبحي ومحمد حمدي باتشيكو لما كان متأخر في النتيجة نزل الاتنين دول نحية الشمال بتاعت بيرامدز وصد نحية اليمين بتاعت الزمالك. راح راح وزوروه عمل ايه? ساحب سيد نيمار الجناح اليمين اللي المفروض بيدافع وعنده قدرات الدفاعية وراح منزله شكبالة. او بعد اربع خمس داقة على طول بص اللي حصل في المباراة. كمل بقى بالحالة. شكبالة راح يضغط عشان هو عجلته كده. هو ده ادواره كده. فلما كورها هتدور بص بتاعة بيرامز بيحضر من فين? من نحية الشمال. وعالها دي. وعالها دي. ورمضان صبحي. فخري لكاي. هيلعبها الرمضان. هتبتدي تعمل ناحية الشمال. ناحية اليمين بتاعت الزمالك. اللي انت خلاص افقدتها تماما. بصي شكبالة راجع فين? مم. شكبالة متأخر. ومش بتاعته. مم. خطورة على طول لبيرامز بتلت لعيبة جوه مطقة الجزاء. جاب منهم ركنية اللي جي منها الهدف بتاع بيرامز. ازا تغييرتين غيروا يعني كانوا ممكن يغيروا مصير الزمالك تماما لمجرد ان الراجل معرفش يعني ده كبر او عند او افكار. هو 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 بوزوريو. تماما مع الواقع يعني. هو بوزوريو. يعني مثال حيط الجدل الدائم في دور الموديل الفني. هل هو دور الموديل الفني? ان انا اتعامل على امكانيات لعبتي? ولا انا راجل جاي اطور اللعيبة? ده سؤال طب اه هقولك هزا هقولك من واقع شوقات التجارب اللي مرت بنا اه عشان الزاكرة القريبة للناس حتى كمان تكون معنا السنة السنة سنتين اللي فت. مش هنروح بعيد. فريرة مسك الزمالك الفريق. مقفول عليه القيد. مقفولش قيد. خلاص. مجموعة اللعيبة اللي موجودة منقوصة. فعمل ايه? طلع شوات شباب من تحت. خباهم في طريقة اللعب. ابتدى مباراة امبي اعتقد او مباراة سموحة كنساء جدا درجة نقط غلب. ثم بعد ذلك الفرقة كلها تحسنت لانه هو اشتغل على انه هو يخبي عيوب الفرقة في بعضها. رفو عليك. ويخبي اللعيب. العظيم. يخبي اللعيبة في بعضها. انا هو يخبي ده. اه. اساس عمل المدير الفن. اه. بس. فجينا بنسخة قوية من الزمالك هي ما تخبي فيها الاخطاء. ده بقى ده مش معقول لك. ما تشعر ان الراجل اللي قابليه كان مش بعد يدوره. وحاسس ان هو فاتح سدره على توليفة مش هي دي فتحة السدر ما تنفعش. عشان كده قتلك ده السؤال الوجودي. هل انا بجيب مدير فني عشان يطور اللعي انا هلعب بالفكرة ده وعوضهم عليه فيبقى عندي فريق بيلعب كرة متطورة. ولا انا هلعب على قد امكانيات اللعيبة اللي معي واطلع منهم احسن حاجة. اطور لما بقى معايا تيم باس. يعني كلمة التطوير دي انا اسف استخدمها مع كولر. في الاهلي. عندي تيم. لا انا هستخدمها مع فريرا. كلمة التطوير دي استخدمها مع فريرا. مع فريرا. واحد قاعد على فرقة وجايله ويوصل اللي بعده وبيفيه تدعيل فابتدي اطور. ده انا منك فريرا. ليه بقى انا بقول لك الكلام ده? ان انا اطور هو اصلا دور الموديد الفني. هو ايجاد نظام يعمل حاجتين. يداري العيوب زي ما انت قلت يخب عيوب اللعيبة. انا بعمل عشان يداري عيوب اللعيبة اللي عندي. ما انا مش عنديش كل اللي عندي سوبرمات. وابرز مزاياهم. ده انا بعمل تكتيك للقصة دي. انا بحط ان عندي فلان ده سريع فانا هلعب ان انا حطه على. مزور. مزور. عندي ده طويلة هلعب كرات طولية. ده ده فكرة التكتيك. لما بوصل لدرجة الايجادة دي. ببدأ اطور. وبالتالي كنا بنقول على حسابة عند المجيد احسن مدافع. ايه. مع فريرا. زيزو احسن العيب في مصر. مع فريرا. اه بنشاري احسن جناح في مصر. مع فريرا. اه. سيد نمار. سيد نمار. كل اللعيبة. كل اللعيبة اللي طلعت. ليه بقى? لان المنظومة. واستقبل يوسف اسامة. كل الكلام ده. يا يوسف وجعفر لفرقة تحملت كل اللعيبة الشباب السوائرين اللطرة. ليه بقى? لان في نهاية انا عملت نظام تكتيكي. بيداري العيوب فبالتالي اللعيبة اطورت. لكن انا بشوف ان ازوريو انا هعود اللعيبة على الطريقة دي. ما فيه مش قادرية. اه بقى عندي سواني بس. يلا سواني بقى خلاص عشان نرد. مش بالحالات. ماشي. اللغز اللي كان بيكلم عليه عمر. الدرجل ده المفروض اول ما بدأ كلنا شفنا الطريقة اللي كان بيحاول يطبقها. اللي هي تلاتة اتنين اربعة واحد. الطريقة بتبقى عبارة عن ايه? ان انا بحاول ادور الكورة من على طريق الاتنين دول. عشان كده بدخلت فتوح عشان هو اللي يطلع لي بالكورة. هل انت في الثلاث ماتشاط اللي فاته شفت طريقة ازوريو دي? لا. لا. يبقى السبب فين? عند الراجل نفسه. الراجل حتى ما تمسكش بطريقته ولا بافكاره اللي كان جاي بيها في اول ستة ماتشاط. وده اللغز دي غريب جدا. شكرين يا عبد. شكرين يا عبد. شكرين يا عبد. شكرا. حبيب. شكرا. دي كانت حلقتنا النهار ده باشكو حالكم شكرا جزيلا. باشكو في عمل بالكامل. نشوفكم اصبوع الجاية. سبعا. في خير. سلام عليكم.